لنقاش ملف الحراكة الطلابية ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز الشوش أهلا بكم كيف تقيمون المشاركة الطلابية الكبيرة والمستمرة في ثورة التشرين؟ بكل التأكيد عندما يشاهد الشعب العراقي والعالم بأن العراق كان تقدم بالدرجة الأولى في العالم في العلم والتعليم والتدريج حتى إنشاء المدارس ومراعاة الطلاب وكانت في الأرض العراق والثلاثينات قبل عدة حقود حتى مواد غداية مواد إفتار توزع إلى طلبة المدارس الابتدائية وبالتالي عندما يصل تصل مستوى التعليم في الحلق والإهمال المتعمد من قبل حكومة في الثلاثة ومراك في شهد العالم بأن الطلبة الابتدائية يجيزون في الأرض والأرض في بعض الأحلام مدارس من الطيب غير مبلقة وبالتالي هذا الإهمال يعني يدعى الإصلاف عند الطلبة وأبناء الشعب العراقي على الإصلاف في هذه الثورة لحتى إزالة هذه الأحزاب بالكتل التي تأتي إلا عن طريق مناطعها وإلا جيوبها على حساب أبناء الشعب العراقي وعلى حساب الطلبة وعلى حساب الكليات والجامعات وبالتالي هذا صالح الطبق المثقف من الطلبة والطالبات من الجامعة بالكتلات بالتزامن مع تأكيد الطلبة والمعلمين على العسيان المدني كيف يفسر إصرارهم في واسط وعلى استهداف الثورة القائمة هناك في واسط تحديداً والكوت عندما تكون هذه الحكومة وهذه الخطاب تثون دائماً بأننا جئناً ونحن نمثل أبناء الشعب العراقي أنا أعتقد وكل عاقب يعتقد إذا كانوا يمثلون أبناء الشعب العراقي عليهم أن يحترموا إرادة شعب العراقي أن أهل الشعب العراقي انتفضوا لأي منهم تعموا من هذه الحكومات المتعاقبة بيسعود إلى تغيير الشعب لمدر الأحداث في العراق من عملية سياسة لا يحترم أبناء الشعب العراقي وعدم الاستهالة بالشعب العراقي من قذرهم وإذا هؤلاء بالإرادة عليهم يحترموا بأخطائهم وأن يعتذروا لأبناء الشعب العراقي وأن ينتدوا حقوق المختجين في جميع أبناء الشعب العراقي نعم كيف يعني ما هو المنوط بهم كطلاب للمشاركة في هذه التظاهرات السلمية التي يشهدها العراق يعني المفروض من قمع وقدر الشعب نتحدث عن طلاب عن فئة طلاب تحديدا الشعب نعم نعم الطلاب الطلاب يعني المفروض منهم أعلى من التواجد الكتافة والمفروض منهم المطلوب من عندهم العسلان المدني وعدم فتح المدارس والاستمرار بالعسلان المدني وتوحيد صفوفهم في جهة محافظات العراق إلى أن يرسا هذه الحكومة وهذه الأحساب إلى أبناء الشعب العراقي شكرا جزيلا لكم المتحدث رسمي باسم مجلس شوخي شائر ثورة العراقية فائز شووش كنتم معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم